بعد آخر مناظرة بينهما في عام 2020 الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن يستعدان لمناظرة جديدة مرتقبة وسط تحليلات لأبرز نقاط الضعف السياسية التي يعاني منها الطرفان صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وضعت بعضا من أهم نقاط الضعف قالت إن لها دورا حاسما في المناظرة الصحيفة قالت إن بايدن ضعيف في السياسة الخارجية والحالة المتدهورة للنظام العالمي منذ أن تولى حكم البلاد ففي عهد ترامب لم يشهد العالم حربا روسية على أوكرانيا ولا حرب إسرائيل على غزة كما لم يشهد استفافا أوضحا للقوى المناهضة للولايات المتحدة أما عن نقاط ضعف ترامب فقد قالت الصحيفة إن وعوده لا تصب في مصطحته من بينها فرض تعريفة جمركية نسبتها 10% على السلع المستوردة باعتبارها امتدادا لسياسة الاقتصادية الحمائية التي يتبنىها ترامب والتي ستميز ولايته الثانية المفترضة الصحيفة أوضحت بأن وعود ترامب المتكررة بعدم خفض مخصصات الرعاية الصحية والاجتماعية تبدو كأنها خبر قديم متوقع لذلك فالكل يعرف أنه لن يقدم هدايا جديدة وهذا يسلط الضوء على التأثيرات السلبية لتلك التعريفة الجمركية التي ينوي ترامب فرضها ومع اقتراب المناظرة المرتقبة يكرر ترامب الادعاء بأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 سرقت منه إلا أن 65% من البالغين في الولايات المتحدة يعتقدون أن بايدن فاز في الانتخابات بشكل شرعي فيما يتوقع محللون أن نتائج هذه الانتخابات ستحسم لبايدن بسبب القضايا التي لا تزال تلاحق الرئيس السابق ترامب